يقول محللون إن الساحة الإسرائيلية تشهد منذ عملية طوفان الأقصى أزمات وتحديات داخلية وخارجية كثيرة وإن الصدمات تكاد لا تفارق تل أبيب فكلما حاولت الخروج من صدمات ترى نفسها دخلت في أزمة أخرى يصعب الخروج منها بخسائر قليلة وبحسب ما يرون فإن تل أبيب تدفع ثمنا باهضا جراء عذوانها على غزة من جهة فشير ميثانياه في تنفيذ وعوده بالقضاء على المقاومة وإنهاء الحرب في وقت قصير وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة من جهة أخرى تدنت نسبة التعاطف العالمي مع إسرائيل جراء ممارسات جيش الاحتلال في غزة ومع فشل المحاولات الرامية إلى إعادة هيكلة الثقة الداخلية والخارجية بإسرائيل أعلن جهاز الأمن القومي الإسرائيلي فشله في أداء وظيفته خلال أكثر الأوقات حساسية بالنسبة الإسرائيل القناة الثالث عشر الإسرائيلية نقلت اعترافات لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تصاحي هيمغي الذي أقر بفشلهم في إصلاح ما خربته الحرب في غزة يقول الرجل إن إسرائيل لم تحقق أي من الأهداف الاستراتيجية للحرب إذ لم نتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة لم نسقط حركة حماس لم نسمح لسكان الغلاف غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم بأمان ثم يضيف كلما توجهنا بالسؤال إلى الجيش تاردون الإجابة كالآتي إن تحقيق أهداف الحرب سيستغرق وقتا طويلا جدا ليس سنتين بل سنوات أما بشأن القتال على الحدود مع لبنان فأضاف لم يحدد هدف واضح في مجلس الحرب فيما يتعلق بالشمال ولا توجد تواريخ الانتهائه ولا أهداف استراتيجية كما جاء في كلامه نائب سابق في مجلس الأمن القوم الإسرائيلي دخل على الخط كشف النقاب عن وثيقة قبيل إحالته إلى التقاع جاء فيها إن النهج الأساسي للحرب التي تقود إسرائيل قد وصل إلى نهاية إلى حد كبير وأن الفشل في إنشاء بذيل حكومي لحماس سيؤدي إلى حكومة مسلحة في القطاع بينما يمكن لقضية الرهائن أن تستمر في نهاية المطاف سنوات طويلة ورغم أن جهاز الأمن القومي يؤدي دورا بارزا في تقديم الاستشارات لرئيس الوزراء الاحتلال نتانياهو ويطرح تصورات مستقبلية فإن وزارة الأمن القومي التي يديرها إطمار بن كفير تعد اللاعب الأساسي في سياغة سياسات الحكومة فيما يتعلق بأمن الأراضي المحتلة بن كفير الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي لطالما اتهمته وسائل الإعلام الإسرائيلي بأنه شخص متطرف ويضع العصى في دولاب عمل جهاز الأمن القومي إذا ما أراد الأخير إحداث تغيرات في توجهاته بما يتوأم مع المتغيرات الجديدة التي تفرضها التهديدات الخالجية والداخلية التي يواجهونها طبعا هنا يبدو أن ساسة إسرائيل يحملون بن كفير مسؤولية عدم تحقيق مصر المزعوم الذي وعد به نتانياهو بعد أحداث السابع من أكتوبر طيب نستطلع أرواد منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن نبدأ مع يحيى بن علي أم جمار كتب التخابط الإسرائيلي وعد سيد الموقف حاليا إن صمود المقاومة وشجاعة أبطالها وبأسها الشديد كلها جعلت المحتل يدور في حلقة مفرغة من التي ناز أحمد تقول الشيء الوحيد الذي فعلوه هو التسبب في الدمار والتطهير العرقي وقتل الآلاف والاختطاف واستهداف المنازل وزيادة عنف المستوطنين وتجويع المدنيين وقتل العمال الدوليين والأطباء والصحفيين لم تترك شيء أما فائد أبو شمالة فيقول ما يقول هذا الشخص طبعا هنا يقصد كلام رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هو في رأيه ما يدور في رأس نتنياهو